الله يسعد أيامكم وكل أوقاتكم بكل خير رجعت لكم من جديد بس قبل لا أبدأ لا تنسوا تشتركوا بالقناة وادعموني باللايكات والكومنتات الجميلة وياها لفيكم دعاء من المغرب ريم وعزام من السعودية رغد من سوريا ملاك وحسنة من العراق ويلا نبدأ قصتنا تقول صاحبة القصة كان صباح يوم الخميس كنت مبسوطة أني بطلع مع صاحباتي وبنفلها مع بعض مستانسة بس ما كنت أدري إيش بيصير وتتأجر كل خطتي أنا كنت قيم المدرسة قبل لا أصير منحدتها وكل يوم أحط أي لينر أغرب من اللي قبل وأدني كلها خروم وما ألبس إلا أسود كانت الحصة الثالثة علينا حديث وفجأة جابوا طاري المثلية واللوات والإيدز وإن الفاحشة قاعدت انتشر والبنات يذبون مع الأبلة لين ما فتحت فمي وتكلمت ويريتني ما فتحته قلت بكل هدوء المثلية مو مرض ومنظمة الصحة العالمية بنفسها نافية الكلام ذا والمثلية الإنسان ينورد بها مو هو اللي يختار وما في علاج له لأنه من البداية مو مرض عشان يكتشفوا العلاج والإيدز يجل الكل مو بس للمثليين القبلة ردت علي وهي من صدمة قالت لي يا بنتي أنت مسلمة وما تدري إن الإسلام محرمها ويخصف بكل لوطي ولوطية رديت بكل هدوء كل الديانات تحرم المثلية وتعتبرها خطيئة بس لما نجل العلم المثلية مو مرض وسويت نفسي برقع الموضوع وقلت لها حتى الشيوخ بنفسهم يقولوا إنك تحب نفس جنسك مو حرام الحرام الزنا والعلاقات الجنسية مشاعر الحب مو حرام وما حد بيتحاسب على مشاعر الحب لأنها من الله هنا عصبت بزيادة لأني دخلت الشيوخ بالموضوع مع إنه نفس الشيخ اللي قال كذا بالتلفزيون هي تحطه لنا ونسمعه وبهذا الوقت كنت قاعدة أفكر وين أروح أتعشى مع صديقاتي ولاني مهتمة لأي شيء طبعا الفصل كان هدوء غير طبيعي وما في إلا الأبلة تصارخ علي يا ملحدة ويا كافرة بتقوم علينا القيامة وأنا أحاول أهدي الوضع وحابس ضحكتي لين ما جات المراقبة من الصراخ تفتكر أحد مات الأبلة قالت لي المراقبة والمراقبة قالت لي أنت مخالفة وملحدة وتنافخ علي انزلي للإدارة بسرعة طبعا وأنا نازلة شلت الأساور وقعدت أمسح الميكب بقميصي لأني أعرف المصائب اللي جاية ونزلت ولا هاما شيء جات المرشدة والوكيلة والإداريات ومعلمات الدين كلهم وأبلت الحديث واقفة وتحكيهم وتزيد كلام ما قلته وبعدين كلهم طلعوا وبعد أقل من خمس دقائق دخلوا الغرفة وسألوني اللي قالتوا الأبلة صح ولا لا وأنا قاعدة أرجف من الخوف ما أدري إيش صاير أنا إيش قلت وإيش سويت حاولت أجاوبهم صوتي يرجف وعركت ماني عارفة أتنفس أحس بيغمى علي قلت لهم لا قالوا لأجل تكذبين الأبلة قلت لا قالوا أجل إيش صاير قلت ما أدري كنت أشارك والأبلة فجأة عصبت علي بدون سبب ورين جرس الفسحة ودخلت المديرة لابسة كعب 10 سنتيمتر وتسريحة الشهر من 2005 ومنفسه وتاكل لبان قالت لي سمعت كل اللي سويته وكل هذا الكلام بيوصل لولي أمرك والوزارة وبتاخذي تعهد هذا إذا ما فصلناك يا ملحدة وطلعت وقفرت الباب علي حرفيا كنت بشخ بسروالي من الخوف أنا الطالبة اللي كان يستدعو أمها من الهدوء الزايد يصير لها كده حاولت مالك نفسي وما أصيح المدرسة كلها إزعاج الوضع فوضة طبعا ما أقدر أقول كيف دعيت من كل قلب بذيك اللحظة من الخوف والتوتر وبعد تحقيقات استمرت لطول الحصة السابعة طلعاني آخر واحدة من المدرسة ركبت سيارة أبوي والدموع بعيوني سألني ليش تأخرتي قلت له كان عندي اختبار وحامدة ربي أنه ما يعرف شيء للآن وما كنت عارفة أبحك ولا أبكي وصلت البيت وأمي توها جاية من الدوام في ذاك اللوحة الصغيرة ومعصب مرة ورحت غرفتي جوالي بينفجر من رسائل صديقاتي وفجأة أمي دخلت علي وقفلت الباب قلت بيني وبين نفسي يلا جات وقت منيتي وقعدت تشاهد سألتني اللي صار صح ولا لا قلت لها لا الأب لا فهمتني غلط وأنا أبكي وحالتي حالة قالت خلاص أنا مصدقتك والخطأ من الأستاذة والأحد بروح تفاهم معاها بس باخد جوالك وما في طلعات نمت ذاك اليوم بصياحي ما قدرت أكل ولا شيء وصديقاتي حسبوني ميتة جاء الأحد وطلعوهم بدري على إنه في صيانة كهرباء ووصلت أنا وأمي وروحنا غرفة المديرة وكانت في مشرفة من الوزارة تستناني تشوف إذا أخذ فصل أو لا طلعاني من الغرفة وجلست أمي مع المديرة نص ساعة يتناقشوا وأنا برا لين ما الوكيلة نادتني أروح لهم دخلت الغرفة بكل هدوء قالتني المديرة بتوقع ينذار على قول كلامي خالف الشريعة والدين الإسلامي وإذا عدتيها مرة ثانية بيجيكي فصل مؤقت وأنا بموت من الفرحة بس مصوية بصيح ورجعنا البيت وبعد هدوء طويل بالسيارة قلت لأمي إيش قلتي لهم ردت علي قلت لهم إنك مسكونة بجن عاشق وتروحي كل أسبوع للشيخ يقرع عليك وهذه أفعال غير إرادية وعلى طول صدقوني أنا واقفة من الصدمة ما أعرف إيش أقول وأمي كسرت صمتي وقالت لي إيش العاشق أنت اللي بتعشينا اليوم داومت يوم الاثنين وأسمعهم يحشوا في الملحدة لاحد يقرب منها دخلت فصلي وصديقة تحضني تحسبني مت والبنات كلهم ما يكلموني والأبلات يسووا أي شيء ولا يقوموني يخافوا من الجن اللي فيني يصيبهم بس أنا ما اهتميت وانتهى الموضوع وبعد هذا الموقف لازم أوقف وقفة احترام للكوين ماما على وقفتها وتفكيرها الخارج من الصندوق انتهت القصة وإذا عجبتكم القصة لا تنسوا تضغطوا زر اللايك واشتركوا بالقناة وانتظروني بقصة جديدة ترجمة نانسي قنقر